السلام عليكم ورحمة الله الزلفلون الحكومة الجزائرية ما رأيها عايشة في تناقض ولا ما نشعرف ولا الحكومة التونسية هي اللي رأيها تختلق في أمور مؤخرا وزير الخالجية التونسي يقول باللي وزير الخالجية الجزائري يطمنوا باللي الجزائر تقسم مع تونس نصيبها في اللقاح في الفاكسين كوفيد 19 كوفيد 19 الوزير الصحة الجزائري يقول لا أنا شفت الفيديو يعني ما أهضر نرمال ما نشعر فيديو عرف التليفون وزق الوزير الخارجي اللي رأي معاك في الحكومة الجزائرية يقوله يسيبه قدوم واشهد تصريح تا وزير الخارجية التونسي كيف حدرت معه ما حدرتش معه ما ديت كلمة ما ديتش كلمة يدرك هذه الحكاية ما يشتع هذه الحكاية تا وزارة تا دول تاعم نرمال ما نشعر قال أنا شفت الفيديو وطالب توسيره تحت الدراسة أنا ندرسوه توس ما درت لك شطانب قال لك خلاص أو طمني وزير الخارجي جزائري وقال نقسمه وما يعني كلام وزير الصحة من جزائري قال كلام مليح أنه مليح أنه الدول المغرب الكبيرة تشترك في هذه الأمور وتقسم مبيناتها وإحنا مليح ماذا بينا أنه مثلا أنه الجزائر من شيء غير تقسم برغ تمد فوق اللازم لتونس لأنه قال هذا بالد شقيق تعبان حاله تعبان حتى أن الجزائر حالتنا تعبان تاني ما ولكن بالصح كان حاجة المشكل هو أنه يحيانا هذا الشعوب المغاربية يقول عنده تصرف أقدر نقول من لح أقدر من تصرف أفتح الأنظمة تعلم السهولين لأنه أنا دائما ضد الأنظمة لأنه الأنظمة هذه في رأينا عمرها ما خمت في مصلحة شعوب المنطقة ولكن حيانا هذا الشعوب يكون عندها دور قذر سلوك قذر وسخ هذا ما دروه السفاقسية أنصار النادي السفاقسي التونسي لما مولودية الجزائر تلعب له مباراة كأس أفريقا تصفيات تاكفاش لنجيها تحب تقولين المغرب الكبير وأن الجزائر تمد ما شي غير نصف تحبر تعليق تمد نصيبها قاعد تمد ولكن يجو والدولة التونسية سكتت والصمت عن دولة التونسية تعني ضمن التونسي يعتبر شراكة لأن أنصار الفريق التونسي الأسفاق سدع أساءل الجزائر خلال مولودية العاصمة دعنا نسوي الاستقبال وهذه السقاطة تاكف يجي يحكم أحسن مدافعة عن مولودية قل لا رب تاكف بوزيتيف ولكن نيغاتيف ولاعب جاي من دولة أفريقية لاعب عن مولودية لا يجعل يشرك في الطيار لكي يجي نهار الماتش سقاطة هذا السلوك ساقط ما يشرف التونسي هذا السلوك ما يشرف التونسي ولكن الأكثر من هذا هو أنه كان بعد الأنذال نقول لها مليح الأنذال الرخاص داروا بندرول واللافيتا وجابوا وحطوها قدام الفندق اللي في المولودية يساكن فيها اللاعبين تاهم يقول المتومة فريق السسكوم جنيرال فرنسي لعنط الله على جميع من دار هذا اللافيتا وجميع من سكت عليها بما فيهم مسيرين نادي السفاق لم يعتذروا المفروض يزربوا أن حيوه يعتذروا للمولودية والجسائر لأنه هذا جهلا هذا جهلا يا جاهل رحقنا تاريخ قرد القادم المغاربية وتعرف باللي مولودية الجزائر السهة الشراف جزائريين مولد الجزائر كانت ترمز للكفاح ضد المستعمر الفرنسي دور اللي نادي الفاقسي ما يعرفش يلعبه ما يعرفش يلعبه ما يقدرش يلعبه ولا نادي آخر يلعبه مولد الجزائر السهة جزائريين أقحاح مية في مية ونهار اللي ادعوا الميلف تحته في 1918 وقدموه للأبريفيكتور يرفضوه لأنه اللي يمدي الميلف لم يداش 18 سنة مثال لم يغلق 18 سنة تشوف الناس الحال لم يداش جنيرال فرنسي يا نذل لم يداش جنيرال فرنسي تفرل لم يداش 18 سنة ومبعث حتى 1921 والمولودية تعتبر العميد الأندية الجزائرية لأنه 100% من المسيرين انشاؤها واسم المولودية جنيرال فرنسي تسميها مولودية لأنها تم إنشاءها ليلة المولد النبوي الشريف شوف يا جهال 18 فاقس يلي درت الجهل درت العار في بلادكم جنيرال فرنسي سميها مولودية الأولى ثانية الألوان تخضر أحمر ومعاهم تبان بيض ذير بلان روش جنيرال فرنسي يدير بلان روش شوفوا الجهل أن يوصلكم اذهبوا قرأوا التاريخ بالموجود تطاولوا على أسيادكم تطاولوا على الرجال تنتم ما قالوا جنيرال فرنسي استسعى يعني كل يتعاير وفي أنتم مركم ولاد فرنسي يا جزائريين انتم هذا الذي يكتبها هو بعد لو يشوف ليش جنيرال فرنسي يشوف حمال فرنسي يمباطح له ويقول له الدنيا معا قدر لكوارت نعم هذا الذي يقدر هذا اللافت هذه زيد ولودية الجزائر كان كل مقابلة تلعبها عبارة عن حرب ضد المستعمر لأن الانديا كانوا موجودين كانوا انديا لالاستعمار وليس مولودية الجزائر فتحت الباب لعدة انديا جزائرية وتسمى مولودية مولودية قسنطينة مولودية شرشاد مولودية سعيدة مولودية باتنة مولودية وهران كامل هدو جاو في العرب حتى وعدت الحدود تسمعت وتسمعت مولودية وجدة لأسف في توس ما كان نادي اسم المولودية تسمعت مولودية وجدة في المغرب شفتوا كيف هده وهذا مولودية الجزائر هذه مولودية العاصمة هذه في 1956 ربحت مقابلة في ملعب بوروغين كان يسمى سنتجان ضد أكبر نادي تعليب ينوار ولما انتهت المقابلة الجيش الفرنسي يطلق النار على أنصار المولودية وقتلهم معتم ذاك النار توقف النشاطات كورت القدم تعال الاندية الجزائرية إلى الاستقلال بش يجي والناس رخاص من سفاقص يقول لك استسك جنيرال ومبعد يجي لأخر يقول لك يعطونا العقدة عندكم من الجزائر لما نشوف أنا نقارن نشوف المصريين التواسع عندكم عقدة من الجزائر وإما يجي ماشطة تقدم تكشف العقدة تاكم مع عكس إخواننا في المغرب اتيحة العاصمة مشال المغرب لعب كنت الويداد وكنت حاضر وحبت المقابلة خوا خوا شابين القبائل كيف كيف فراح لعبت في المغرب خوا خوا جاو المغرب الأنصار مولودية الجزائر هذه بعد يعني بقول آخر جاو ويداد رجاء البيضاوي تعب البيضاوي جاو الجزائر وغلب المولودية دع أنف ذات زير في سنك جوية وصف قول وأنصار المولودية والأنصار رجاء جاو ما باتوش فريزوتيل باتو في ديار أنصار رجاء وانا لعب في ديار البيضاوي أنصار تعامل يباتو عن أنصار رجاء وأنا شخصيا كانت عندي دع وميوتاسيون لكي ندخل المولودية منصرين تعامل جماعة الرجاء قالوا والو تدخلوا معنا ونحطوني في المنصة الشرفية والمولودية كانوا تنظروا في الدار البيضا والأنصار الفريقين يغنيوا في غناء واحد يصفقوا بعضهم شوفوا كيف في ال 79 كانت العلاقات بين جزائر والمغرب أسوأ ما يكون بين النظامين الفريق الوطني الجزائري يمشاب وفريق الشاب صغار مجاير وبلوم وعصاد سمعت كان عندما 20-21 سنة فيها مرحوم لعبوا التصفيات للألعاب الأولمبية على سنة الثمانين التي جرت في موسكو فريق الجزائري ربح خمسة واحد ربح خمسة بواحد في المغرب في الظر الميضة تحت تصفيقات الجمهور المغربي يقولوا حدثت هذا في تونس في مصر وما كان يصرف الفريق دينا نصر كالنس رح أنا هنا نقارن وهذا التاريخ وهذا الواقع لأن أنا ما كنت نصور أنه في القرن 21 يأتي ورخاص عن ذلك يسبوا عميد الأندية الجزائرية اللي يفرض الاحترام يفرض عليكم الاحترام هذا يجب عليكم تحتربوه بعد يأتي الاخر يقول له يقسم معنا اللقاح هذا يدوه كامل يربيو شعب مولودية ألوانه أخضر وحمر وفي 56 توقفت كل النشاطات الرياضية على جان مولودية لأن الجيش الاستعمال يتلق نار على أنصار المولودية بعد المقابلة لفاسب هذه المولودية ضد القاليا في سات سنت وجهل هذا للتاريخ اقرأ التاريخ يا جهل السلام عليكم ورحمة الله